الخبر الثاني تعلق بالزلزال الزلزال المروع اللي حصل في تركيا وفي سوريا ويعني أفضى إلى عدد من الضحايا حتى الآن يفوق الخمسين ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحة ودمار شامل في مناطق كاملة في الدولتين نقضى الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة وضعت الإشارة التالية بأنه تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية والقادر على قوات المسلحة باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتين سوريا وتركيا غادرت اليوم سفينة انداد مصرية بالميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاسية ده الحقيقة بيأتي في إطار مساعدات سابقة منذ أيام وصلت طائرتين نقل عسكريتين لتركيا قادمتين من قاعدة شرق القائرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية اللي بتشمل الأدوية ومسلزمات الطبية مقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان للمساهمة في تخفيف العباء عن كاهل المواطنين الأطرق وده كمان جهة تنفيذ لتوجهات السيد رئيس عفتاح سيسي القائد الأعلى قوات المسلحة ورئيس الجمهورية باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاسية تضامنا مع الشعب التركي في تخفيف آثار الزلزال المدمر واللي قد زي ما قلنا سقوط أعداد هائلة من الضحايا في نفس السياق قبل أيام أيضا وصلت سفينة الإنداد المصرية التابعة لقوات البحرية لدولتين سوريا وتركيا وهناك طبعا استقبلت هذه السفينة بترحاب من المسؤولين أتراك والسوريين مقدرين في هذا دور مصر وعمق العلاقات التاريخي الممتد بين البلدان الشقيقين بين مصر وسوريا بشكل خاص طبعا المساعدات مستمرة من مصر بشكل خاص للدولتين لا يقف أمام هذه المساعدات أي اعتبارات من أي نوع الاعتبار الوحيد هو اعتبار الأخوة والجيرة وأيضا اعتبار الإنساني وحجم المأساة الكبيرة الحقيقة اللي حتأخذ وقت طويل حتى يعني يخرج منها الشعبين التركي والسوري